الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين أحبتي الكرام تقبل الله تعالى مننا ومنكم الصيام والقرآن وسنحاول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة المباركة أن نتحدث عن فقه الزكاة وخاصة زكاة الفطر أحباب الكرام أو شكرا مضوعنا الرحيل ونقلنا إلا العيد وهذه الفرحة فرحة العيد يكافأ فيها الصائمون على جهدهم وجهدهم وعلى قيامهم وصلاواتهم وصدقاتهم سنحاول أن نتحدث عن هذا الموضوع من الزوية الفقهية وكما وعلوم الحباب دينا بأن زكاة الفطر هي زكاة واجبة على كل مسلم ومسلمة قادرة عليها وقد فردت زكاة الفطر حباب دينا نهار 19 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة وعلى من تجيب هذه الزكاة؟ تجيب على كل مسلم رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا حتى أن العلماء قالوا بأن الجنين من نكفة ربعين في البطن دي الأم ديالو تخرجوا عليه لماذا؟ لأن الروح قد نفخت فيه فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حرا أو عبد رجل أو امرأة صغيرا أو كبيرا إذن هذا خاصنا نعرف بأن زكاة الفطرية واجبة على كل مسلم سواء كان ذكرنا أو أنت وهذه الزكاة سبحانه العديد من الحباب ديالنا تختلف عن الزكاوات الأخرى بحيث أنها تتعلق بالأشخاص والزكاوات الأخرى التي تتعلق بزكاة المال زكاة التجارة أو ما إلى ذلك تتعلق بزكاة المال أي تخرج عن المال أما هذه تخرج عن النفس تطهيرا للصائم وتتميما لما كان في رمضان من النقص الذي يعتاريه وتجيب على كل مسلم له قوت نفسه وقوت ولده ومن يعوله نعرف هذا مسألة الحباب ديالنا لكثير من الناس كتلقاه فقير ومحتاج ومسكين وكتلقاه يعطي الزكاة الفطر لا الحباب ديالنا لا تجيب على هذا النوع هذا تجيب على من لديه اكتفاء ذاته ومن يعوله يعني الولدين دياله اللي كانت سكين معاه والولدين تنتاعوا هذا هو الذي تجيب عليه زكاة الفطر وتخرج كما قلنا على الجانين الذي أتم أربعون يوم فما فوق يعني في بطن أمه وقت إخراجها مناش كتبدأ أو كيحقنين نخرجو الزكاة كتبدأ قبل من العيد بيومين حتى صلاة العيد إلا بشيح تصلوا الناس الحباب دياله ما كجبقى الزكاة فالزكاة أو ما ينفق قبل صلاة العيد يعتبروا زكاة وأما ما يخرجوا من المال بعد صلاة العيد يعتبروا صداقة كيبقى الزكاة سيقولوا قائل مثلا أنا مثلا عنده واحد أسرة كنعرفهم ما عنده مش خارج مدينة الضربدة أو خارج المملكة واتنعطيهم هذه الزكاة تخرجوها من بيتك وكتخلي عن شي واحد وكتبقىش لبيت ديالك كتعطي لشي واحد تخلي عنده ريتامة جوادك الناس ذوك أو ورقتك فش يعطيها له هذا كذلك كذلك قلنا الحباب ديالنا من شروطها أولا الإسلام شروط الزكاة الفطر أن يكون إنسانه مسلما ثانيها المقدورة على إخراجها كما قلنا قبل إذا يكون قادر على إخراجها ما يكون شو أصلا محتاج ثالثة هذه الشروط دخول الوقت وقلنا الوقت وقبل عيد الفطر بيومين إلى ما قبل صلاة العيد وكين من المذاهب من المذاهب للشافيئي تقولك أنه تخرج في رمضان كله وحتى الفتوى ديال العلماء يعني اللي كانت صدراته حواريه عامين تقولوا على أنه يستحب أنه تخرج يعني خلال رمضان كله باش حتى نبغي يعنوا بالخيريات أو الجمعيات أو الناس المحتاجين يعني توصل لهم في واحد الوقت واحد الوقت المستحق باش يستفدوا من هذه الزكاة هذه في رمضان ومقتناية رمضان كذلك من شروط هاد شروط الزكاة الحباب ديالنا هو نية الزكاة هذه ننقاش فيه أي عمل العمل لابد له من النية من استحضار النية منيك بغن سمو رمضان تقولوا نويته شهر الصيامي رمضان منيك نبغي نعطي الزكاة وقلوا يا رمضان ويت بدل مقدار ديال المال إخراجا للزكاة عن نفسي وعن أهلي بيتي ويستحبوا الحباب ديالنا تعطي الأقارب يستحب أو تعطي الأقارب ولكن ميكونش من ذلك الناس اللي كتصرف عليهم مثلاً ولادك أو وليديك بركين معاك وانت كتصرف عليهم فلا تجيبوا فلا يستحبوا أنك تعطيهم الزكاة لأنك أنت أصلاً كتصرف عليهم فهذه الزكاة تعطى لمن ليس لك عليهم ولاية أو إنفاق ومقدار والحباب ديالنا هي صاع ومعنى صاع صاع هو جوج كيلو ونص ديال دقيق جوج كيلو ونص من دقيق أي أربعة أمداد أو أربعة حفانات يعني أربعة ديالحفانات كان عبرهم ملياد متوسطة ما كتكونش ليد كبيرة أو ليد صغيرة كان عبرهم وقد أصدر المجلس الأعلى العلمي المحلي للمملكة المغربية الشريفة يعني بعدما أعطات تعليماتي لنجلت الفتوى ولتستكونوا من علماء جهابدة مغاربة فأفتوا بأنه يجوز إخراجه نقدا مع أن المذهب المالكي يحط على أن لا تخرجه نقدا ولكن الحمد لله مع تجائحة الكورونا وتضرر الناس قد أصدر المجلس العلمي الأعلى بالمملكة الشريفة فتوى تجوز إخراج الزكاة نقدا رغم أننا مالكية والمالكية يستحبون أو يعني يجيزون على أن تخرج من غير النقد ولكن علماء في المملكة الشريفة أجازوا أن تخرج من المال يعني مراعاة لهذه الجائحة وما خلفته من ارتدادات اجتماعية واقتصادية وحددوا قيمتها في 15 درهم يعني 15 درهم من فوق كل إنسان على قدر المستطاع دياله ولكن تبدأوا من 15 درهم الحباب ديالنا نسأل العلي القدير أن يبارك لي ولكم في هذه الأيام متبقية من رمضان وأن نشتهد في الطاعات عسى الله تعالى أن يتقبل منا ربنا تقبل منا صلاتنا وصدقاتنا وزكواتنا اللهم تقبل أعمالنا كلها اللهم اجعل أعمالنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد من عبادك فيه نصيبا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين